موسيقى ما بعد حلب الكثير من المجريات الميدانية والسياسية تصعيد داعشي في الشرق السوري ومصالحات محلية فرضتها البندقية والجنوب يعاني من السموم الإسرائيلية أما سياسيا فكانت أستنى هي الأبرز واتفاق صريح بوقف الأعمال القتالية والعمل على فصل الإرهاب عن الإرهاب موقف تركي متبدل مع تصعيد أمريكي ضد إيران وتسريبات عن تحالفات عربية إسرائيلية لخلق شرق أوسط جديد خالي من الكرامة والعروبة والمقاومة فما هي رؤية حزب الله لكل هذه المشاريع التي تحاك في المنطقة وكيف يقرأ الإعلام المقاوم مجريات الأحداث السياسية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وما هو موقف المقاومة من مشروع يفضي للقضاء وتصفيد القضية المركزية القضية الفلسطينية وقتل روح المقاومة للمواطن العربي كل ذلك نناقشه مع الأستاذ محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله حياك الله أستاذ محمد أستاذ محمد نبدأ من الميدان الميدان في سوريا اليوم في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بعد حلب تصعيد في دير الزور مصالحة عين الفيجة وما جرى في تلك المنطقة كل ذلك جاء على ضوء اتفاق أستنى الذي يفضي إلى وقف الأعمال القتالية وفصل الإرهاب عن الإرهاب ما هي قراءتكم للميدان اليوم في سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الفرصة دعني أقول في البداية نقطتين ربما يكونوا مركزيتين في تصويب بوصلة النقاش نعم النقطة الأولى سوف يأتي وقت طويل نقول ما قبل حلب وما بعد حلب لأنه ما حصل في حلب انتصار ميداني عسكري وسياسي ومعنوي ونفسي كبير جدا نعم وأنا أعتقد أنه نحن في سوريا وفي المقاومة وفي محور المقاومة بشكل إجمالي بعد لم نقرأ كل العناصر الإيجابية التي أتى بها انتصار حلب وكما قلت سوف يأتي وقت طويل في تشريح هذا الانتصار وأن أكاسه على الميدان وعلى السياسة وربما لاحقا على الإعلام في سوريا وفي محور المقاومة بشكل عام نعم أهم عنصر سقط مع عودة حلب إلى كنف الدولة السورية هو سقوط المشروع المشروع كان يقضي إلى تفتيت سوريا وتقسيمها إلى أعراق نعم وقوميات وطوائف ومزاهب متناحرة وإبعاد السوريا وإخراجها بالكامل من المحور الذي تجد نفسها تماما فيه بل في قلبه سقوط حلب وعودتها إلى كنف الشرعية أسقط جوهرة التاج للمشروع المعادي الذي يبدأ من الولايات المتحدة ويمر بالسعودية ويصل إلى تركيا وصولا إلى الأدوات المحلية وهذا فقط أحد العناصر الهامة في موضوع حلب من بعد حلب من وجهة نظري انتهى التقسيم في السورية هل بعض يرى الآن الخطورة في المنطقة الشرقية في دير الزور مثلا أفهم هذا هناك كثير من التطورات المدينة أولا الحرب كروفر اثنين عدونا لم يرمي أسلحته جانبا اثنين العناصر الحل السياسي في المرحلة الحالية ليست متوافرة بشكل كامل هناك محاولات دقوبة للوصول إلى تسوية في أستانا أو في جينيف أو في سواها نعم أعود إلى ما قبل حتى أقول أنه هذه التطورات الميدانية تأثيرها يكون بقدر ما تحققه من إنجازات وبقدر ما يكون لها إنعكاس في السياسة العمل العسكري ليس في مجاز افتراضي بعيد عن السياسة العمل العسكري هو تماما في صلب العمل السياسي نعم أرادوا يبعث سوريا عن محور المقاومة ولم يحصل إسقاط النظام ولم يحصل إسقاط دمشق ولم يحصل تقسيم سوريا ولم يحصل أضعاف هذا المحور وضربي وشليه لم يحصل بالتالي إذا بدنا نعمل مقارنة دعونا نقرأ كيف هو الوضع في المنطقة برمته وكيف كان الوضع عشية آذار 2011 أعتقد أننا تجاوزنا جزءا كبيرا من الأزمة ومن مفردات الأزمة أنه الضوء الذي نرغب في رؤيته في نهاية النفق ربما بات ممكن وهذا تحقق أولا بفضل انتصارات في الميدان الجيش السوري وحلفائه وأيضا بسبب التكاتف والتعاون المشترك في مجالات متعددة على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي البعض يرى أستاذ محمد بأنه فعلا انتصار حلب أسس لمرحلة جديدة للأزمة في سوريا وللمنطقة بشكل عام لكن الخطبة لدى الإدارة الأمريكية والمعسكر المعادي هو منطقة الباب والتدخل التركي في تلك المنطقة ودير الزور لأهميتها الحدودية والقرب الجغرافي من الموصل وهذه منطقة انتشار تنظيم داعش جغرافيا مختلطة وسياسة مختلطة دعنا نركز على الأسس ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وماذا نحن نريد من المنطقة لا أحد يقول أن حرب تموز كانت مرت على لبنان بردا وسلاما وما هي النتيجة انتصار لوحدة لبنان ووحدة ترابي ما هو المشروع الذي يهدف إلى تقسيم وتفتيت سوريا ماذا كانت النتيجة بعد أربع وخمس سنوات من الأزمة بالطبع لا تزال هناك جيوب كبيرة لكن دعنا نرى الأمور من الزاوية الأخرى نصف الكأس الملآن وليس نصف الكأس الفارغ في معارك في دار الزور وفي معارك في الجنوب وفي تدمر في الداعش وكثير من العناصر لكن من الزاوية الأخرى أين الدولة السورية ومكوناتها أين الجيش السوري وقدرته طلع الجيش الليبي وانصار الوضع في العراق الوضع في عدد من الدول التي تم تقسيمها أو يتم العمل على تقسيمها نصف الملآن من الكأس يقول غير ذلك تماما طيب إذا أردنا أن نصلط الضوء فقط على منطقة الباب هناك نوايا تركية وهو معلنة يعني عن إنشاء ما تسمى بالمنطقة العازلة في الشمال السوري وتحديدا في منطقة الباب قام بعدوان ميداني على الأرض السورية والسيادة السورية قام بانتهاك السيادة السورية أنتم كحلفاء لسوريا أستاذ محمد ما هي رؤيتكم لمثل هذا الانتهاك ميدانيا وهل برأيك أصلا الشمال السوري هنا نتحدث عن الميدان وتعقيدات المشهد في الشمال السوري تسمح بتنفيذ ما يسمونه بمنطقة آمنة أو عازلة أولا أنا أرى أو نحن في حزب الله نرى ما تراه الدولة السورية الشرعية في خطتها الاستراتيجية أو في تكتيكاتها الميدانية نين أنا أعتقد أنه موضوع المنطقة العازلة كان حلم تركي قديم كي تجمع فيه أدواتها في تلك المنطقة وتوفر لهم الحصانة حتى يكون لهم في المستقبل فرصة للتقدم إلى الأمام في الميدان أو فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات في المستقبل لكن هل ألقت الإدارة الأمريكية الآن أدواتها كلها جانبا بالطبع لا لا تزال هناك ترددات كبيرة للمشروع ولكن الجهة المقابلة أيضا لها رأيها ولها قطتها ولها إمكاناتها أنا أعتقد أنه فرصة المنطقة العازلة ليست قابلة للتنفيذ بالطبع هو مشروع قديم عند الأتراك وما أراده السعوديون والأتراك وآخرون ربما يكون أكثر من ذلك بالكثير هم بالطبع أرادوا إسقاط النظام لكن فرصة المنطقة العازلة أنا أعتقد على وجه التحديد غير قابلة للحياة لأسباب متعددة واحد من الأسباب أن التركيز الحالي في الإدارة الأمريكية هو ولو في المعلن على موضوع مكافحة الإرهاب الإرهاب حيث انقلب السحر على الساحر هذه الأفعال التي تم تربيتها في جحورهم انقلبت تطلق سمومها عليهم الآن الأولوية ليست فقط للمنطقة العازلة في الشمال السوري بقدر ما هي إلى مناطق عازلة في إسطنبول وفي بروكسل وفي باريس وفي لندن الأولويات في العالم تختلف مشروع المنطقة العازلة برأيي هو أحد المشاريع التي يتم إطلاقها لاستهدافات سياسية وإعلامية أكثر مما هو الاستهدافات ميدانية بحتة الاستهداف الميداني البحت منها هو أنه يجب أن يبقى لأن المعركة لم تنتهي أو لأن المعركة طويلة الأزم ينبغي أن يبقى هناك منطقة يتم تواجد الإرهابيين فيها ويتم حمايةهم ولكن الاستهدافات السياسية والإعلامية لهذه المنطقة العازلة هو القول لهؤلاء لهذه العصابات المسلحة وجماعات القتل والتكفير أنه هناك إمكانية متواصلة لأن تبقوا على قيد الحياة هناك إمكانية متواصلة لاستمرار القتال نحن نوفر لكم الحماية نحن عندما نذهب إلى أستانا أو إلى أجنيف لن نخدر بكم لن يكون مصيركم على طاولة المفاوضات والدليل أنه نريد أن نؤمن لكم منطقة عازلة أما من الناحية العملية تعقيدات المشهد في الشمال السوري ما بين الروس والأتراك والجيش السوري والمصالح الأمريكية المتعارضة بين أكثر من منطقة ودولة في العالم لن توفر بسهولة مثل هذه المنطقة وفيما مضى سقط هذا الاقتراح ويتم إعادة إحيائهم الآن لأسباب متصلة بحاجة الإدارة الأمريكية إلى فصائل معينة من المعارضة لاستخدامه على طاولة المفاوضات علمكم بالميدان أستاذ محمد ومعرفتكم بتفاصيل الميدان في سوريا العنوان العريض في أستنة كان وقف الأعمال القتالية وفصل التنظيمات الإرهابية عما سمونها بالمعارضة المعتدلة يعني عنوان عريض إذا أردنا ندخل بتفاصيل هذا العنوان فصل التنظيمات الإرهابية عما سمونها بالمعارضة المعتدلة ما إمكانية تطبيق ذلك على الأرض أم هي فقط للإعلام والمروغة السياسية لا يتحمل هذا يتحمل هذا وذاك أولا أي فصيل ينضم إلى المفاوضات هو في مصلحة الجهة المنظمة للمفاوضات بل في مصلحة القول أن هناك إمكانية وفرصة للوصول إلى حل سياسي والعنصر الثاني أنه هذه الفصائل ليست كلها راغبة في الحل السياسي وربما هي في الأصل لا تؤمن به وهذا قد يشكل نقطة لمن يعمل على إدارة هذه الجماعات لاستخدام جزء من هذه الفصائل كي تكون موجودة على طاولة المفاوضات وجزء آخر يكون موجود في الميدان لماذا؟ لأن قلت قبل خليل أن الإدارة الأمريكية وحلفائها من الأتراك والسعودين لم يضعوا وقف فازاتهم جانبا لا تزال المعركة محتدمة لكن ظروف وتطور الوضع في سوريا أجبر الجميع بالذهاب إلى الحل السياسي لذلك هناك جماعات سوف تذهب إلى طاولة المفاوضات وهناك جماعات سوف تبقى تقاتل في الميدان جماعات نستخدمها للضغط على طاولة المفاوضات ونستخدم طاولة المفاوضات للحصول على مكتسبات للجماعات التي لا تزال تقاتل في الميدان ولذلك أنا أقول رغبتنا في الحل السياسي لا تلهين عن رؤية الحقيقة كما هي طيب في الإعلام الآخر أستاذ محمد هناك الكثير من السموم التي تبث حقيقة باتجاه حزب الله ودور حزب الله في المنطقة هناك من يرى بأن حزب الله تشتتت قواه بين اليمن العراق سوريا ما ردكم على مثل هذا القول خاصة وأن هناك من يقول أن حتى الجبهة الرئيسية مع إسرائيل أصبحت هشة أولا مشكلتنا الحقيقية في الإعلام ومع أدوات الإعلام هي أننا مقاومة ضد إسرائيل ولذلك كل وهم قاموا بكل الحملات قابل أن يأتي مقاتلون إلى سوريا لقطع الطريق على الحرب الإسرائيلية الكونية على سوريا قبل أن ندخل إلى سوريا للدفاع ومبادلة الوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء هم قاموا بحملة تشويه واسعة النطاق ضد سورتنا في العالم العربي وفي لبنان نفسه ووجهوا لنا شتى الاتهامات المشكلة الرئيسية أننا مقاومة ضد إسرائيل ولكن استخدموا من داخل الحرب السورية مفردات شتى الهدف منها تشويه سورة حزب الله أمام الشعب السوري وأمام المجتمع العربي وأمام الرأي العام الدولي وهم يعلمون منذ البداية أن هذا غير صحيح أما فكرة أنه نحن إن صرفنا للقتال في سوريا عن القتال في الجنوب اللبناني فنحن نعتقد أولا أنه محور واحد كنا منذ البداية في 1982 نحن وسوريا محور واحد وفي 96 محور واحد طبعا في السيادة والميدان والإعلام وقضايا أخرى وفي 2000 محور واحد وفي 2006 محور واحد لذلك لما نقول أنه هن يصرفون عن معركتنا الرئيسية في الجنوب اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي ما عم يفهم ونعمل تفكيرنا جئنا إلى سوريا لندافع عن المقاومة نفسها في لبنان هذا العنصر الأول العنصر الثاني أعتقد أنه اليوم الحرب في سوريا هي حرب مع الإسرائيل بس بشكل غير مباشر طبعا بالتأكيد بالتأكيد من النظرية القديمة كانت معروفة إما ضرب حزب الله أو ضرب الحليف الرئيسي لسوريا وحزب الله في المنطقة وهي الجمهورية الإسلامية في إيران أو قطع الطريق ما بينهما عبر حلقة الوصل الرئيسية وليست حلقة وصل هي قوة دعم وأثناد رئيسي للمقاومة ولمجتمع المقاومة وليست فقط شريان عبور أسلحة ليست شريان عبور دعم هي جزء أساسي بل ركن أساسي بل حصن أساسي للمقاومة فضرب سوريا إنما يأتي في هذا الإطار لكن وهذا المشروع كتب سابقا وإذا واحد يرجع شوي لمراكز دراسات والأبحاث الأمريكية من زمان عم يتم العمل على سوريا الطريقة التي نحارف فيها حزب الله والطريقة التي نحارف فيها سوريا والطريقة التي نوفر فيها لإسرائيل بها آمنة في المنطقة فنحن إطلاقا ما فصلنا بين قتالنا في الجنوب ضد إسرائيل وبين قتالنا في سوريا اختلفت الأسليف واختلفت الوجهة وربما اختلفت الشكل الخارجي للإعداء لكن هؤلاء هم في محور واحد اثنين سبق أنه أعلن سماحة الأمين العام أنه قدراتنا القتالية ضد العدو الإسرائيلي لم تستخدم في سوريا ولم تمس قوتنا الردعية الموجودة في لبنان حتى يقال حتى يتم تهديدنا بأننا انشغلنا بسوريا فانصرفنا على لبنان أو انشغلنا بإدارة المعركة في سوريا فانصرفنا عن تدبير أمورنا في مواجهة احتمالات الحرب ضد لبنان لهذا غير صحيح قوتنا موجودة في سوريا ولكن قوتنا وجهزيتنا لمواجهة إسرائيل وردع العدوان وما هو فوق ردع العدوان أعتقد أنها كبيرة وكان خطاب الأمين العام منذ بطعة أيام واضح في هذا المجال لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير وهني الخبراء الإسرائيليين لا بل الحكومة الإسرائيلية لا بل مجتمع كبير من عالم الاستخبارات والعسكر والإعلام يدرسون كل كلمة يقولها سماحة الأمين العام في هذا الخصوص لأنها أصلا تؤثر على مستقبل الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمته فأنا أعتقد أنه أي إضافة على كلام سماحتي في هذا المجال لا المبرر لها اعتدنا على كلام السيد حسن نصر الله ما قال كلمة إلا وفعل سيد حسن نصر الله في كلمة له بالذكرى السنوية للقادة الشهداء قبل أيام تحدث قال إننا على أبواب الانتصار على المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي الذي يسمونه داعش والجماعات التكفيرية يسمونه داعش وهي الجماعات التكفيرية هل من معطيات ميدانية اليوم هل من مؤشرات على قرب هذا الانتصار؟ يعني أبرز مؤشرات هو كلام السيد طبعا ما في شك أبرز المؤشرات على الانتصار أو قرب الانتصار هو فشل المشروع لأنه يعني إما أنك أنت تنتصر أو ينهزم عدوك مثل ما قالنا بالألفين وستة وضع الإسرائيلي أمامه وجملة من الأهداف مطلوب تحقيقة في عدوان تموز ضد المقاومة فشلت إذن نحن انتصرنا الآن فشلت فشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي التركي ضد سوريا إذن انتصر المحور وما يبقى هو ترددات طبعا لها بعد سياسي واجتماعي بعيد الأثر وعميق المدى الشيء الثاني هو التطورات الميدانية في حلب العنصر الثالث هو مخاوف العالم من الإرهاب لأن الإرهاب الذي أصبح يطال كل بيت في عمق أوروبا وربما يصل إلى الولايات المتحدة وتطال شضايا كل العالم العالم بدأ الشيء اللي كنا نقوله منذ بداية الأزمة في سوريا يا أخوان في إرهاب في مشروع إرهابي تكفيري في داخل سوريا إذهبوا فلنقاتلها وجميعا كانوا ما يقبلوا بهذا المنطق الآن كلهم يبحثون عن طريقة للقيام بحرب يسمونها استباقية رغم أنه تأخروا بضع سنوات رغم أنه من صنعوا هذه الأدوات رغم أنه من صنعوا هذه الأزمة الآن منطقنا الذي كنا نقوله قبل خمس سنوات أثبت صحته والآن العالم كله يتجمع للبحث عن طريقة لمواجهة هذا الإرهاب إذن عناصر في الميدان وعناصر في السياسة أضيف عليها اضطرار الجماعات المسلحة إلى البحث عن وسيط اضطرار الجماعات المسلحة إلى البحث عن منصات منصة بيروت ومنصة القاهرة ومنصة الرياض دخيلكم خلونا نروح على طاولة المفاوضات شو معناته هذا؟ معناته أنه بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق بدأنا نرى ملامح الانتصار بدأت الوقائع الميدانية يتم ترجمتها عمليا في السياسة نعم بما نتحدث عن كلمة السيد حسن نصر الله الوسائل الإعلام الإسرائيلية ضجت بالكلمة الأخيرة للسيد حسن نصر الله مع ريف تحديدا نقلت حرفيا قول السيد حسن قال أنه الوضع سيتغير في الحرب المقبلة والمقاومة لن تبقى في أراضيها السيد ركز على كلمة الحرب المقبلة هل نحن فعلا أمام حرب مقبلة مع العدو الإسرائيلي وكيف يمكن التعامل مع هذه الحرب في ظل ظروف الإقليمية والدولية الطارئة الجديدة بالبداية دعني أقول أن السماحة السيد قطع الطريق على الحرب وطمأن اللبنانيين وطمأن العرب بأنه إسرائيل عاجزة عن شن الحرب لأن لدينا ما يكفي من قوة الردع التي تمنع إسرائيل من الذهاب إلى مغامرة ليست نزها ولم تكن نزها أبدا منذ عام 1982 إلى الآن المشكلة القضية أنه هناك في بعض المستويات في إسرائيل من يفكر بالتالي نحن في سوريا خسرنا المشروع فشل مشروعنا في سوريا لتقسيم سوريا والإسقاط هذه القلعة العربية الأبية فشل المشروع نحن من دون مكتسبات ربما روسيا تركيا تفكر ببعض المكتسبات في الشمال السوري أما إسرائيل سوف تخرج من هذه المهيدة الجناحين تخرج من هذه ضعيفة ضعيفة التأثير على مستوى المنطقة ضعيفة التأثير على مستوى السياسي فهناك نوع من الصراخ في داخل إسرائيل أمشروعنا في سوريا فشل كيف يتم تعويض عن هذا الموضوع بالكلام عن احتمالات الحرب ضد لبنان للقول الجميع للأمريكيين وللروس نحن يا جماعة نريد أن نكون موجودين على طاولة المفاوضات نحن نريد جزء من كعكة الحل المقبل القادم في سوريا وطبعا إن شاء الله لن يحصلوا عليه العنصر الثاني هناك إدارة أمريكية جديدة فهذا الضغط في إسرائيل هو بهدف القول أنه لدينا نعم فرصة بوجود إدارة أمريكية جديدة لم تستوعب بعد تماما معطيات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ربما يكون لديها بسبب الشعرات التي أطلقها ترامب في الحملة الانتخابية من موضوع نقل السفارة إلى القدس إلى موضوع الاستيطان وتأييد الاستيطان المعروف ربما تكون هناك فرصة هذه المستوى الداخلي في إسرائيل ورغبته في شن حرب لتعويض الفشل في سوريا ومحاولة الاستفادة من وجود إدارة أمريكية جديدة عم يتم خلطهم مع بعضهم للقول نعم نريد أن نذهب إلى الحرب اجل سماحة السيد بالخطاب بالكلام الواضح لدينا ما يكفي من القوة بالعكس أنتم ضعاف الجبهة الداخلية تبعكم ضعيفة فككوا مفاعل ديمونة أزيلوا حاويات الأمونيا أعملوا كذا عرضت صورة طبعا فقطع الطريق على إمكانية الحرب وبالتالي أنا أعتقد أنه انطلاقا من كلام سماحة السيد الحرب الآن يعني سوف يعد الإسرائيليون ومن خلفهم الأمريكيون عشرات المرات قبل أن يفكروا بالذهاب إلى خطوات متسرعة من هذا النوع يعني لا أعلم إذا كنت تجيبني على هذا السؤال مفاعل ديمونة هو في بنك أهداف حزب الله لإسرائيل ما هو سنعت السيد كان واضح مثل ومثل مثل ومثل حاويات الأمونيا والمستودعات الأمونيا في حيفا إذا كانت إسرائيل إذا كنا نحن جاهزين للحرب فهل إسرائيل جاهزة للحرب بالطبع إسرائيل ليست جاهزة تمرين الجبهة الداخلية الأخير كان عبارة عن فشل زريع أستاذ محمد العناصر الرئيسية التي قامت عليها إسرائيل فيما مضى منذ سبعة واربعين بل من ستة وثلاثين بارتكاب المجازر والتهديد بأننا سوف نشن حرب وسوف نحتل الأراضيكم وهذا العامل النفسي الذي لعبت فيه على الجيوش وعلى الشعوب وعلى الحكام أننا قادرون هذا الموضوع انتهى ما عادت إسرائيل قادرة على القيام بحرب وما تستطيع القيام به من خطوات وفي سبيل تعويض ما يفوتها من نقص وتجربتنا معها في حرب تموز وما بعد حرب تموز تكشف أننا لدينا ما يكفي من الطاقات ومقدرات القوة لرد العدوان الإسرائيلي بشكل كامل اليوم الوضع الإقليمي مختلف هناك حديث عن تشكيل تحالف يضم بعض الدول العربية وإسرائيل وبرعاية أمريكية والهدف ضرب إيران وإنهاء المقاومة في المنطقة وتصفيت القضية الفلسطينية ما أمكانية فعلا إنشاء مثل هذا التحالف وما هو دوركم في معسكر المقاومة أنا يعني دعني أكون قليل التفاؤل أولا السعودية تعاني الويلات في اليمن ومخططاتها في سوريا فشلت إلى حد كبير أثنين الإدارة الأمريكية مشغولة بنفسها وبالمنافسة الاقتصادية مع الصين ونفسه رئيس الأمريكي ترامب قال مثل هذا الكلام ثلاثة سبق أن أقيم تحالف ضد المقاومة في لبنان وانطلاقا من قمة شرم الشيخ وكل الدول كانت موجودة والتحاد الأوروبي موجود والأمم المتحدة كانت موجودة وحصلوا على الغطاء الشرعي وعلى الغطاء السياسي ووفروا له عناصر القوة المحلية والإقليمية والدولية ولم يكن وضعنا نحن في لبنان وفي سوريا وفي محور المقاومة بشكل عام كما كنا عليه في الماضي كما كنا عليه نحن اليوم ومع هذا فشله فأنا أعتقد أنه التجربة اللي عم تحاول يحاولوا يعملوها لن تبوء إلا بالفشل اليوم محورنا وقوتنا أقوى مما كانت عليه في الماضي تعظمت قوتنا ومررنا بتجارب حادة ومستوى التنسيق والتكامل والتعاون بين قوى محورنا بشكل عام في أكثر من ممتازة على شتى المستويات وبالتالي هذه غير منطقية وربما عقيمة عقيمة الجدوى ولن تؤدي إلى مكان لكن المؤسف في هذا الموضوع ليس أن الإدارة الأمريكية أو إسرائيل هي من يرغب بقيام مثل هذا التحالف مع الأسف أن بعض الدول العربية التي تعاني من الأزمات الداخلية والتي فشل مشروعها في سوريا وفي العراق وفشل مشروعها في مواجهة منطقة هي من يدفع الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلى مصر هذا المستوى من التنسيق والتعاون وأنه صاروا على كل حالة على عتبة الاعتراف ربما صاروا على عتبة الاعتراف العلني بإسرائيل لأنه بطل فيه شيء يخجلوا منه فصاروا أنه ضمن إطار شامل بقلب تحالف فضفاض العلاقة مع إسرائيل أفضل بكثير ما تكون مع العلاقة مباشرة رغم أنه ما كانوا خجولين بإرسال وفود إلى إسرائيل وما كانوا خجولين باستقبال عقد اجتماعات المفادين إسرائيلي في أوروبا أليس هذا مؤشر على إمكانية إنشاء التحالف؟ لا 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 هذا مؤشر على الضعف هذا مؤشر أن إسرائيل تحتاجهم وهم يحتاجون إسرائيل ما كان الواضع إطلاقاً عليك هكذا في الماضي هني محتاجين بعض السعودية تعاني الويلات في اليمن كما قلت قبل قليل وإسرائيل تعاني إسرائيل ضعيف تمرين الجبهة الداخلية التي حصلها في الآونة الأخيرة ضعيف قرار محكمة الإدارية في حيث بتفكيك مستودعات وين كان يحصل في الماضي؟ إسرائيل تحتاجهم وهم يحتاجون إسرائيل والإثنين مع بعضهم يحتملون بوليلات المتحدة التي تمر بشكل واضح ربما بأضعف مرحلة لها على المستوى الاستراتيجي حرة هي بإدارتها وبسبب وضع الاقتصادي وبقرارها الذاتي بل إن كماش إلى داخل حدودها وعدم الرغبة والذهاب إلى حروب في خارج الولايات المتحدة بغض النظر عن ذلك هذا مؤشر ضعف وليس مؤشر قوة طيب عندما يضطرون في مواجهة محور المقاومة إلى التحالف مع إسرائيل في مواجهتك طبعا كانوا يقدروا يشتغلوا من خلف الستار ويبعثوا فلوس من خلف الستار ويبعثوا أدواتهم الإعلامية ويعملوا تنسيق استخباراتي هذا المستوى من الرغبة في التحالف العلنية دليل ضعف فشل هذا الأسلوب بالألفين وستة ربما يلجأ إلى أسلوب آخر طيب فلتكم تستبعد أستبعد تماما تستبعد التحالف وتستبعد حرب مباشرة مش أستبعد أنني معهم رغبة لكن يعودوا خجورين بمثل هذا هذه رغبتهم بس أستبعد أن ينشأ هذا التحالف وأستبعد أن يكون له فعالية في مواجهة محور المقاومة اليوم محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى في تاريخ طيب كيف نفسر إذن إذا استبعدنا هذا التحالف واستبعدنا إمكانية إسرائيل على المواجهة أو حرب مقبلة مع حزب الله والمقاومة في المنطقة كيف نفسر اليوم قرع طبول الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران لا هذا عنصر عنصر مختلف هو محور واحد من إيران إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين بطبيعة الحال بطبيعة الحال لكن السياسة لا تعمل باتجاه واحد السياسة تعمل باتجاهات متعددة هناك شبكة معقدة من المصالح على المستوى الدولي تستوجب الاستدارة يمينا قليلا والاستدارة يسارا قليلا تستوجب الهجوم في بعض المناطق وتستوجب الدفاع في بعض المناطق نعم هني في الإدارة الأمريكية بيشعروا أو خلينا صحيح أقول أن الإسرائيليين في الإدارة الأمريكية بيستشعروا أنه قدمنا إلى إيران مكاسب من نوع الاتفاق النووي من دون أن تحصل الولايات المتحدة وتحصل إسرائيل على ما ترغب به من مكاسب وما ترغب به إسرائيل من ضمانات فتم قرع طبول الحرب ضد إيران ولكن أنا أعتقد أنه طبعا بين قوسين المعنى بالإجابة على هذا السؤال إيران نفسها وليس نحن ولكن أنا أعتقد أنه طبول الحرب الحالية ضد إيران ليست إلا فقاعات إعلامية لأنه إذا إمكانات الحرب ضد إمكانات حرب إسرائيل ضد حزب الله لوحده ليست متاحة فما بالك بإمكانيات الحرب الشاملة على مستوى المنطقة شو الحرب ضد حزب الله لم تعد نزل فما بالك بالحرب ضد إيران الحرب ضد إيران هو عبارة عن تدمير وتفجير كامل الشرق الأوسط لكن أنا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية الحالية ترغب في تقديم مكافأة إلى إسرائيل واحدة من المكافأات محاولة الضغط على إيران بالعقوبات أما موضوع إلغاء الاتفاق النبوي فأغلب المحللين يعتقدون أنه هذا غير متاح لأنه بات قرار بات اتفاقا دوليا خمسة زاد واحد وأوقر في الاتحاد الأوروبي وأوقر في الأمم المتحدة العودة عن هذا الموضوع بات من الماضي وعلى كل المسؤولين الإيرانيين أنفسهم عم يقولوا للأمريكان أنه هذا النوع من الاتفاق أولا ما بتقدر تلغيه من طرف واحد واثنين يا عمي ما أنت اللي ركضت ورانا لتعمل الاتفاق ما أنت اللي ركضت ورانا لحتى اللي نصل إلى هذا المستوى في كثير في إيران ما كانوا أصلا راغبين بهذا النوع من الاتفاق وبالتالي يعني الغاء الاتفاق يضر بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما يضر بمصلحة ولذلك إذا تشاهد في كثير من الدول الأوروبية هناك امتعاض وانتقاد لسياسة ترامب الحالية تجاه إيران لسبب بسيط أن هذا الاتفاق أصبح اتفاقا دوليا وأخذ سنوات طويلة من التفاوض والمخاض الصعب حتى وصلنا إلى ما وصلنا عليه كيف ننظر اليوم أو كيف ينظر حزب الله اليوم إلى الدور التركي هناك تصريحات أمريكية خرجت عن السفير السابق الأمريكي في أنقرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم فعلا أو ستفعل تركيا في أي حرب أو في أي مواجهة مقبلة مع إيران ما انتبهت لل الإدارة الأمريكية صرح السفير الأمريكي في أنقرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعول على تركيا في أي مواجهة مقبلة مع إيران هل تتوقع أن تلعب تركيا دورا إقليميا في الحرب على إيران إذا ما كان هناك حرب لا أنا أعتقد أنه قلت قبل قليل وجهة نظري أنا أعتقد أنه لن تكون حرب نعم نحن نفرض في حاله لن تكون حرب على هذا المستوى الكبير والخطير لأنه تردداتها وإنعكاساتها على مستوى المنطقة على مستوى العالم عمل كبير اثنين الحرب لم يعد قرار جهة وحدي كما كان يحصل الحرب لم يعد قرار جهة وحدي الحرب عملية دولية معقدة تتداخل منها عناصر نعم ثلاثة أنا أعتقد أن تركيا ولا بأي حال من الأحوال لأسباب متعددة سوف تكون طرفا ضد إيران في حال حصول حرب رغم التفاهمات الأخيرة مع الخليج وزيارة أردوغان إلى عدة دول خليجية في فرق بين محاصرتنا يسمونه بالنفوذ الإيراني في المنطقة أو تقليم أظافر إيران في المنطقة وبينها الدخول إلى حرب من هي الجهة الدولية الراغبة في الحرب ومن جهة الإقليمية القادرة على الدخول في حرب ضد إيران هذا الموضوع برأيي غير مطروح أنا أعتقد أنه ليس أن الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بتركيا إلى الدخول في حرب ضد إيران بين قوسين مرة ثانية هذا إذا حصلت وفقا لتحليلك أنت أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل مرة أخرى على اجتذاب تركيا إلى معسكرية هي بعدما ابتعدت قليلا إلى المعسكر الروسي على ضوء نتائج ما حصل من تطورات داخلية والانقلاب اللي حصل في تركيا وإلى أكريم الآن أزمة استقاة بين تركيا والعالم كبيرة لا يقللها أبدا تحسن العلاقة التفيف مع روسيا اثنين أن تركيا أساءت جدا إلى علاقاتها بجيرانها وتدخلاتها الأخيرة في سوريا تزيد الجميع قلقا مصر قلقا كثير من دول الجامعة العربية قلقا وهذا يتسبب الإطراب على مستوى المنطقة ثلاثة هناك إطراب ولا استقرار سياسي داخل تركيا وبالتالي أنا أعتقد أنه لمجموعة من العناصر هذا الأمر ليس مطروحا وليس واردا طيب كثير من المحللين وبعض السياسيين صرحوا علىنا أنه دائما الأردن هي المؤشر أينما تجد الأردن نعرف أين يكون مركز الثقل الدولي وتوازن القوى الدولي مشاركة الأردن في أستنى هل هي مؤشر على أنت جاوبت تماما يعني أنا أنقل أراء البعض هل هي مؤشر على فعلا تطبيق ما تم الاتفاق عليه في أستنى هل مشاركة الأردن هو جدية من قبل الإدارة الأمريكية والطرف الآخر في تطبيق وقف الأعمال القتالية إلى آخره أم هي كانت تحضر نيابة عن من غاب عن أستنى وهنا أقصد الخليج خليني جاوب على هذا الموضوع خليني جاوب على هذا الموضوع من بضع الزوايا فضل أنا لن أشاطرك الرأي تماما بأن الأردن مؤشر ليس رأيي أنا أقول لا لا نعم أنا أقول جزئيا صحيح ولكن لا أقول أن هذا هو المعنى الكامل للمشاركة الأردنية أنه إذا شارك الأردن في أستانا فهذا معناه كذا أنا أعتقد أن الأردن قرأ أن السعودية تنهزم في اليمن السعودية تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة والاقتصاد الأردني يعاني بسبب هذا الوضع بسبب هذا الوضع اتنين الوضع في داخل سوريا الوضع الميداني في داخل سوريا تحسن بشكل كبير في السنتين الأخيرتين وازدال تحسنا بعد سقوط حلب بعد عودة حلب إلى الشرعية ثلاثة داخل المجتمع الأردني هناك أزمة حقيقية هناك قرار سياسي أردني يرغب في التوجه إلى دعم الحل السياسي التي تقوده روسيا وهناك اعتراض مجتمعي كثير من الأردنيين أو بعض الاتجاهات السلفية الأردنية مؤيدة أكثر لجماعات الإرهاب وهذا يثقل كاهل الحكومة الأردنية والمجتمع الأردني لكن أنا أعتقد أن أفضل ما قرأته الحكومة الأردنية في هذا الموضوع أن المشروع السعودي التركي الأمريكي الإسرائيلي في سوريا فشل وهو أقرب الناس إلى الحدود السورية واقتصاده مرتبط بالاقتصاد السوري والجغرافيته مرتبطة بالجغرافية السورية وهو يستقي من المياه السورية لزمن طويل فأنا برأيي قرأ أن الانتصار في سوريا بات وشيكاً وبطبيعة الحال على وضع على حكومة مثل الحكومة الأردنية أن تقدر بأنه إذا هذا كان يحصل من طبيع أن يكون هو في الضفة التي يتواجد فيها صناع الحل السياسي أو على الأقل موجود على طاولة المفاوضات لكن العنصر الأهم الذي أرغى في القول هناك تغيير عميق في بنية المجتمعات العربية أو في بنية المجتمع العربي تجاه الأزمة السورية لو أتيح لك الاطلاع على تفاصيل في السياسة الأردنية وفي تفاصيل في السياسة المصرية وفي الموقف الجزائري وفي الموقف التونسي وفي موقف بعض دول الخليج كالكويت وسلطنة عمان لأدركت أن المزاج العربي إجمالا بدأ يتغير لأنه أولا مثل ما قالنا الانتصار في الميدان وفيه إمكاني الوصول إلى حل سياسي ولأنه ذلك إدارة أمريكية تتحدث عن الإرهاب أكثر مما تتحدث عن تغيير الأنظمة فعم يطلعوا الصورة التي رسمت عليها صورة الحرب في السورية فيما مضى بدأ بالتغير لم تعد حربا طائفية لم تعد حربا شعب ثائر ضد نظام جائر لا بدأ في المجتمع العربي يتم اكتشاف الحقاق أنه هذه حرب إسرائيلية كونية ضد نظام عربي مقاوم وبلد رئيسي في المعركة ضد إسرائيل وفي المعركة ضد الإرهاب ابتدأت هذه الصورة تتكشف هذا عنصر من العناصر الرئيسية التي قرأها الأردن مما دفعه اسمع رئيس الأركان الأردني في تصريح منذ بضعة أيام يقول أنا مستعد أن أفتح معبر النصيب إذا من الجانب الآخر كانت موجودة الحكومة السورية هذا تعبير ومؤشر عن المدى الذي وصلت إليه الأمور في الأردن وأقول لك بحسب معلومتي في مصر وفي كثير من الدول العربية وفي كثير من المجتمعات العربية وبعض الإرهاصات في الإعلام العربي تؤشر بدقة إلى ما أقول بما أنك تحدث عن الإعلام العربي الإعلام هو من أنضى الأسلحة التي استخدمت في هذه الحرب في المنطقة بشكل عام إن كان في اليمن في العراق وفي سوريا تحديدا كان للإعلام يدطولة في هذه الحرب برأيك اليوم أستاذ محمد في هذه المواجهة الإعلامية أين يقف إعلام المقاومة؟ ما تقييمك الأداء الإعلامي بما أنك رجل من رجال الإعلام في المقاومة؟ الإعلام المقاومة اللعبة دورا كبيرا جدا في المعركة الإنسان، الناس تحيى بالمعنويات ليس فقط، ليس بالإنسان المعنويات والمشاعر تلعب دورها في المعركة فوضيح للرأي العام أمر وعنصر أساسي في طبيعة المعركة وأعلى أعتقد أنه إعلامنا بشكل عام في محورنا نجح جزئيا في الدفاع عن القضايا الرئيسية أولا ندفع حملات التشويق أثنين محاولة وضع المعركة في سوريا في إطارها الصحيح وما في شك أنه صرف الكثير من الأموال وقدمت الكثير من الإغراءات وأنشئت محطات وأديرت غرفة عمليات واحدة لمحاولة إسقاط سوريا وتقسيمها وضربها وتفتيت شعبها إعلامنا في المقابل لعب دورا كبيرا في إسقاط هذا الموضوع أو في التقليل من مخاطره لكن أنا أعتقد أنه كي أكون كمان موضوعيا ومنطقيا مع نفسي نحن نحتاج إلى خطوات أكثر تقدما على المستوى الإعلامي مما هو حاصل حاليا نردنا الكثير من الأفكار الكثير من الخبرات والطاقات إمكاناته كبيرة طاقات واعدة ونحتاج إلى إدارة العملية الإعلامية كما تتم الإدارة في الميدان في الميدان في مستوى عالي من التنسيق في السياسة في مستوى عالي من التنسيق أعتقد أنه نحن على المستوى الإعلامي نحتاج إلى غرفة عمليات موحدة بين وسائل الإعلام المحور برمته وأعتقد أنه خطينا طبعا بالطبع خطوات في هذا المجال لكن نحتاج إلى الأفضل لأنه عدونا واحد نعم تعدد الأسليب وتعدد اللغات وتعدد الأدوات ومع هذا كله لأخوض المعركة بروحية وإدارة واحدة أما نحن ينبغي أن نطور نعم في المستقبل القريب وأنا بحثت هذا الموضوع مع عدد من المسؤولين الإعلاميين في سوريا في سوريا وخلوقنا في الطرف الآخر يوجد مكينات أستاذ محمد في الطرف الآخر يوجد مكينات يعني السعودية اليوم تسيطر على معظم وسائل الإعلام في العالم العربي وهذا مؤثر بالشارع العربي هل من خطوات هل من خطوات يمكن على الأقل أن لا يبقى الشارع العربي عرضة لأفكار وهابية لأفكار تضليلية لأفكار يعني شارع العربي اليوم يتلقى المعلومة من وسيلة الإعلام إذا لم يكن لدينا هذا الدور فربما يكون نقطة ضعف في محور المقاومة هل من خطوات حقيقة؟ أنا أقول أنه بدلنا الكثير من الجهد في السنوات القليلة الماضية وعلينا أن نبدل جهدا أكبر ثانيا علينا أن نطور أداة تنسيق مشترك بين جميع وسائل الإعلام ودول العاملة في هذا المحور من أجل تقديم الحقيقة كاملة كما هي للعالم العربي حتى أسلوب الخطاب طبعا 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 أنا موافق على موضوع أسلوب الخطاب والمصطلحات والرؤية البصرية وكثير من القضايا التي المفردات الإعلامية البحثة اللي جميعنا يتقن لغتها وكيف تستطيع أدوات إعلام المحور المعادي الدخول إلى النفسيات ومشاعر الجنود والناس العاديين أتفاهم كل هذا وأنا أقول نحن محتاجين إلى إدارة حكيمة للمعركة الإعلامية ولكن أنا أقول أن هذه الصورة التي تم فيها تشويص صورة القيادة والنظام والشعب في سوريا والصورة التي من خلالها تم تشويص صورة المقاومة وقائدها في لبنان في الأعلام العربي وحتى تخويص من إيران وصداعة عدوه اقتراضي بدأت بالتراجع أنا علي أن تطلع إلى الأمام أنا أبدل المزيد من الجهد الآن الصورة التي قدمت عنا وعن محورنا طوال بضع سنوات في العالم العربي الآن بدأت تتغير بسيط دليل بسيط إذا الإدارة الأمريكية بلجت عم تحكي أنه هي جاية قادة الإرهاب في سوريا ما هذا الشيء اللي نحن عم نقوله أنه نحن دخلنا إلى سوريا كي نقاتل الإرهاب في سوريا إلى جانب الجيس سوري المنطق تبعنا بدأ يصل إلى العالم هذا مهم لكن نحتاج أن نقدمه بصورة صحيحة بأدواء صحيحة برؤية بصرية صحيحة بمصطلحات تصل إلى العالم العربي طبعا أنا قليلا أقول كما أنه أخصامنا وأعداؤنا والمحور المعادل لنا لم يرمي بعد أسلحته في الميدان وأيضا لم يرمي بعد أسلحته الإعلامية لكن الموضوع موضوع وقت كما علينا أن ننتصر في الميدان وفي السياسة علينا أن ننتصر في الإعلام وأنا أعتقد أن علينا أن نقوم بجهد إضافي نقوم بجهد وعلينا أن نقوم بجهد إضافي نعم موضوع الإعلام وحتى موضوع الحرب الثقافية والحرب الأديولوجية ربما يحتاج إلى وقت أطول وقت الحوار قد انتهى كل الشكر لك مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الأستاذ محمد عفيف شكرا لك شكرا لكم تحية لكم مشاهدنا والشكر لكم أنتم على المتابعة هذه التحياتي أنا أدخل في اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة